اشتركوا في القناة وان شاء الله يوم السبت عندنا ندوة صحفية هنا في الكرام الغربي ونورروا كل حقائق اللي صارت في تونس كامل الحقائق اللي اعطيناها للتحقيق العسكري في زيارة العائلات شهداء الكرام شنوها كلمات حب تقولها حسنا وحيو المدارة ودتر وحامل هم العائلات هذة وكيد جد هذة رمضان العائلات هذة وتحركات العائلات هذة مشكي رمضان التوانسل كله مشكي تحركات وانسل كله طاولة ما عنده حتى مطعم وقت اللي يبدأ تصوير الشهيد وزار التلعب وخاصة الوقت اللي يبدأ الموضاعف بعض من عائلات الشهداء وعلى أقل عندهم صورة كافية عن يقتل أولادهم ماذا ما يحدان حتى البسيس متع الأمل يحطوه على ظهر القضاء العسكري القضاء العسكري يخذلهم ويبدو أنه مواصل في نهل خذلهم بمواقف أقل ما نعتبرها شخصياً عند حتى علاقة بالقانون غريبة مترتقيش المستوى المواقف متع مؤسسة قضائية بعد الثورة ناس لا يعني الحق وبين والباطل بين يعرفوا الطريق المشيين فيه طريق باطل لا تخولوا مقاومات وإجراءات المحاكمة العادلة اللي قدر ما تمكن باش ننصفه المتهم ونعاولوه ونوفره الضمانات الكافية تخول له زادة كذلك وتفرض عليه باش يحترم الحق الضحية وباش يحترم الضمانات الممنوحة للضحية ومن أوكد الضمانات هذهك الوذية يعني منذ الأزل أوكد الضمانات هذه حق الضحية في معرفة القاتل المتاع والمعتدية هذه الكل القضاء العسكري يضرب بها عرض الحق خليني نقول لك بتي علات ما عند حتى علاقة بالقانون جودي جودي ما عند حتى علاقة بالقانون أسولة تتفلسف علينا وكل مرة طالين لنا بنظرية قانونية جديدة ونحن قاعدنا كي سيدي تاتا وأنا ماشيين جايين على المحكم العسكري ونخرجوا دينا بيد فارغة والأخرى ما في حد شيء إن شاء الله يتحرك هذا يبعا عائلات شهداء الكرم مشكورين ديما كانوا في رأس حرب النضال نهارة 13 جام في سقاو تونس ومدناء أولادهم ومازالوا يعطيه لتونس ومازال آخر معطاو لتونس درس كبير في التمسك بالحق ودرس كبير في مواصلة النضال ودرس كبير في يعني مساج هزور التوانسل كلهم وقالوا لهم بصوت العالي إذا كان غابت عليكم القيم متاع المبادئ على الأقل استحضروا قيم الرجول ورجولية اليوم اللي تجري في دم وعلى الأقل بعض متاع رنات شعرات 14 جام في متاع المحاسبة ومتاع القطعة مع الماضي ومتاع بناء تونس الناس كل تعيش مع بعضها يظهر لي شعارات هذي الكل الناس كل تنكرت لها اليوم ولولا عائلات شهداء لما عادش نحسوا جملة وما عادش نخموا جملة لصار ثورا هاتف 14 جام في المحداش المسيرة با يسمعوني في الكلمة المسيرة مازال تطويلة والحق ما هوش ناخذوه غدو والحق ما هوش جينا في طبق ذهبي لا من أهل السياسة ولا من أهل القضاء فما حتى حق يتهداء الحقوق الكل تفتك لم أقل تغتصب كريمه نعتبر رواحنا أصحاب حق وذلك عليش مواصلين كلفنا ذلك ما كلفنا مواصلين بالطرق الحضارية اللي تقريبا شافوا علينا الناس كل الفضاء تو والأرضية تو ملائمة باش تتعايش وتوانس الكل ربي سامح لي كان سبب وربي صبرنا نحن وربي يزيد يسلحنا بمزيدنا العزم والقوة والإيمان والثبات على مبادئنا ومبادئ جدودنا ولي سلم في حقورة حتى كلمة إنسان خسارة فيه خلاصة القول هذه حلقة من حلقات من تحركات تقوم بها عائلات شهداء والقاسي وداني يعلم أن أمهات القضايا تقود فيها كان عائلات شهداء ولي وقت للناس كل يسمحوني في الكلمة شهدت أوكارها من منظمات وحزاب وقيادات والأسامير الكبيرة كان عائلات شهداء مازلت تتحرك ومازلت تفرفت ومازلت تتابع في حقها وكان عائلات شهداء هذا تاريخ من أنقضوها يحب اللي يحب ويقرأ اللي يكل كان عائلات شهداء اللي قالت الدم مهوف سلعة تباع وتشتراه وغير قابلة للمقايضة ومناش مستعدين باش نعوضوا دم الشهيد بحفن انتع فلوس ابنتي أعضباته كلب عامة محامين أربع محامين انتوا تشوفوا في المجال الكلب دواته سيجورتا وعطوها 250 مليون لورو مشروسية وعمرت قضية الكلب عامة لهم خمس سنين أحسبوه لكلياب نحن نعني قتلونا أولادنا سبع أولاد يقتلوهم وفي الأخل سيبوهم صراحة هذا ما شكو نقتلهم العباد هذا ما شكو نقتلهم معينا بحد شي يعطونا الحقيق جهة الكرامة الثمانية قدموهم شكو نقتلهم مشكلتنا شكو نقتلهم كعائلات شهدي معينا بحد شي يعطونا الحقيق والحكومة الحالية في رأيك بش تبين شكو نقتلهم خاليا هم شي حتلطوهم عامة هم شي وحكومة معتدنا هم شي شكو نقتلهم عامة ترجمة نانسي قنقر